ازايكم يا بنات عاملين ايه معاكم هبا من ايضا النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ايه هي التحفيزات والهدايا الخاصة بالعضو سواء كان عضو جديد عضو بقاله شهرين ماشتغلش عضو بقاله شهر ماشتغلش عضو اكتب وفعال بقاله شهره كمان منمر على الهدايا هنشوف كل الكلام ده في الفيديو ده تبعولي الاخر طبعا خلينا متفقين في بداية الفيديو ان الهدايا عندنا بتنقسم لنوعين اول نوع ان الهدايا تكون مجانا تماما بدون اي مقابل تاني نوع ان الهدايا دي تكون بتدفع وصدها سعر الرمزي فمعانا اول تحفيز وهو التحفيز اللي هو مناسب لكل الاعضاء سواء كنت عضو جديد عضو بقالك حملتين باشتغلتش عضو بقالك حملة ماشتغلتش بقالك حتى تلات حملات ومعرض ان انت تتدلت فالتحفيز ده مناسب ليك التحفيز ده مقسم لتو ليفلز اول ليفل لو الطلبية بتاعتك عاملة تسعمية جنيه ساعتها هتاخذي المجموعة اللي فوق دي وهي عبارة عن ثلاث منتجات سيرة من الشعر لوشن الجسم برائحة بروفيوم لوميناتا وكمان الام كحل هتاخذي المجموعة دي بكام هتاخذيها بخمسة واربعين جنيه بس مع العلم ان قيمة الهدايا الاصلية ربعمائة واحد وثلاثين جنيه طيب انتي تشطرتي وعليتي قيمة الطلبية بتاعتك بقيت بألف وثمانمائة جنيه بس مع العلم ان قيمة الهدايا الاصلية خمسمائة اتنين وعشرين جنيه طبعا ما تنسيش تكتبيك كود المجموعة اللي انتي محتاجاها وطبعا ما تنسيش ان ديك الحق لما طلبيتك توصل للالف وثمانمائة جنيه انك تختاري مبين مجموعتين كمان طبعا انتي بيبقى ليك الحق في مجموعة واحدة بس فلو انتي وصلت طلبيتك لالف وثمانمائة جنيه فساعتها مش هتقولي لي يلا انا هاخد اللي اثنين مجموعة لأ انتي ديكي مجموعة واحدة بس من اختيارك طيب انتي تشطرتي قوي قوي وعملتي مجموعة طلبيات في حملة ستة او شهر ستة بتلات تلاف وتمانمية جنيه هتاخدي الروعة ده وعبارة عن وكمان هتاخدي النموع دي كلها فري ولكن هتسلميها في حملة سبعة اللي هي الحملة الجاية. نيجي بقى للتحفيز اللي بنحوش له من حملة اربعة للأعضاء اللي بيشتغلوا بقالهم تلات شهور لو كانوا بيعملوا في حملة اربعة وبخمسمائة جنيه وفي حملة خمسة كمان بخمسمائة جنيه يقدروا يواصبوا على نفس المستوى ويعملوا بخمسمائة جنيه الحملة دي عشان ياخدوا علبة دي بتسعة جنيه قيمة مدفوعة ولو كانوا بيعملوا بالف جنيه في حملة اربعة وكمان عملوا الف جنيه في حملة خمسة يواصبوا على المستوى ده في حملة ستة وياخدوا آآ وروج باتناشر جنيه ولو كانوا بيعملوا بالفين جنيه في حملة اربعة وفي حملة خمسة برضو يواصبوا على نفس المستوى في حملة ستة عشان ياخدوا احلى هو بيرفيوم هياخدوه تسعة واشر جنيه قيمة مدفوعة من التحفيزات الجميلة الاضافية اللي ايفون عملتها واللي كمان مناسبة لكافة انواع الاعضاء وهي اني لو اشتريتي بتمنمية وخمسين جنيه من صفح محددة وهي من صفحة ستة وتلاتين صفحة خمسة واربعين اشتريتي منتجات لكن على الاقل من التمنمية وخمسين جنيه دول يبقى في اتنين بارفين خمسين ملي هتاخدي بكام بتسعة وستين جنيه سعر رمزي كقيمة مدفوعة والعرض ده مضعف يعني لو عملت ضعف التمنمية وخمسين وهو الف وسبعمائة جنيه منتجات من الحاجات دي بشرط ان يبقى ضمنها بقى بدل بارفينتين خمسين ملي على الاقل يبقى اربعة بارفين خمسين ملي على الاقل هتاخذي الهداية دي مرتين وهكذا اعدي نتكلم على الاعضاء الفعالين الاعضاء الفعالين طيب لو انت مش عضوة فعالة بقى لك شهرين هتعملي ايه هتعملي زرادية بخمسمائة جنيه عشان تاخذي واحدة من الموجودة اصوات جديدة او في اه شامبو بالافوكادو هتاخذي المجموعة دي بخمسة وتلاتين او تختاري المجموعة التانية وهي فيها الهان واشر اللي من اي بنكير بشوفان ومسكرة ملونة هتاخذي المجموعة دي بتسعة وخمسين جنيه ولكن هتستلمي هدياتك الحملة الجاية الشهر اللي فات كان فيه عرض زي اللي انا لسه ايلامل شوية ده برضو للناس اللي ما كانوش اشتغلوا لمدة شهرين وكان قريب قوي لي انك تختاري مانيلتو باكتج قدامك تزيب باكتج واحدة اه وتستلميها في حملة ستة فحملة ستة جات يا بنات عشان تستلموا هدياتكو لما تعملوا طلبية الحملة دي ما تنسوش تكتبوا الكود بتاعها بالمناسبة الهداية اللي على الشمال روعة جدا احلى من الهداية اللي عالمين قوي 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 وكل منتج فيها يجنن حرفيا مفهوش غلطة يرجعوا الاعضاء الفعالين يتخنقوا معايا يقولولي طب ما فيش حاجة مخصوصة لينا طبعا في حاجة مخصوصة ليكو انتو الشهر اللي فات كنتو فعالين وعملت طلبية بستمائة جنيه عشان كده تعملوا الشهر ده طلبية بربعمائة جنيه عشان تاخدوا المجموعة اللي تجنن قوي قوي دي وهي بادي لوشن مليت البلاك ويروم قوم مليت البلاك هتاخدوا المجموعة دي بتسعتاشر جنيه بس قيمة مدفوعة بكرر تاني ما تنسوش الكود يابانات طبعا ده برنامج ترحيبي قديم للعضو اللي دخل في كامبين اربعة وحاملة اربعة اللي نفذ اول خطوة وعمل طلبية بتصوى ميت جنيه واخد اول هدية علي مين خلصنا منها وكمان واضب على مستوى وعمل طلبية ب الف جنيه في حملة خمسة وخلاص خلصنا منها يكمل جميله بقى ويعمل طلبية ب الف ومية جنيه عشان ياخد برفيوم تمورو الحاملة دي اللي جنن جدا 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 طيب نفترض انك عضوى عندي وجتيلي عضوى من عندك رشحتها لي ان هي تكون عضوى العضوى دي عملت بروبا ميت جنيه في حملة ستة وانتي كمان عملتي بروبا ميت جنيه في حملة ستة نيجي الحملة سبع اللي هي الحملة الجاية لازم العضوى اللي انت جبتها لي دي تعمل بروبا ميت عشان ان شاء الله في حملة تمانية تجيلك احلى هدية وهي بس لما طبعا تعملي طلبيتك في حملة تمانية لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا لو انت مسلا جبت لي عضويتين مش عضوية واحدة يعني وعملوا الشروط دي فساعتها هيبقى لكي الحق في هدايتين طيب بقوا ثلاث عضويات وعملوا نفس الشروط هيبقى لكي ثلاث هداية بحد اقصى طبعا كان في الحملة اللي فاتت تحفيز شبه التحفيز اللي انا لسه اليه للناس اللي هيجيبوا اعضاء من طرفهم وكان ساعتها الهداية ببرفانة من البرفانتين فما تنسيش تحقق اي تاني شرط الخاص بي حملة ستة ان العضو اللي رشح فيها اللي تعمل هي كمان طلبية بروبا ميت كنين برضو كان فيه تحفيز للناس اللي مش واخذين بالهم هو كان في الكاتالوج وهو لو اشتريتي منتجات بقيمة خمسمائة جنيه من صفحة تمانية لصفحة تلاتة وتلاتين اتغذي مجانا من غير اي قيمة لي او اي سعر رمز لي بالشكل ده احنا شرحنا كل التحفيزات اللي نزلة في كامبين ستة ما تنسيش تفرجي على شرحي ليه الكاتالوج الخاص بحملة ستة اللي انا بنزلة على اليوتيوب هسيب لكم اللينك في الكومنت وما تنسوش لو اعجبكم الفيديو لايكي الفيديو وسبسكرايب للقناة وباي باي